باختصار شديد انا قلت لحضراتكم ان احنا هنلقي نظرة على قطاع الصحة وكيف تعملت معا الدولة المصرية على مدار السبع تمن سنوات الماضية التحديات حجم التحديات اللي كان موجود الامكانيات اللي موجودة كيف تحركت الدولة ووضعت بعض الاولوات التي عملت عليها من 100 مليون صحة للقضاء على قوائم الانتظار للتأمين الصحي الشامل وبداية انطلاقه في عدد من المحافظات الى جانب ملفات اخرى خلينا نلقي نظر عليها ونقيم هذه الاولوات وكيف كانت وإلى اي مدى كان التوجه صحيح من خلال ضفتي العزيزة دكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر براحة بحراتك معنا مشرفان ومنورانا دكتورة اهلا وسهلا شكرا جزيلا على استضافة اهلا بحراتك يمكن خلينا الاولات راح السؤال بصفة عامة منظمة الصحة العالمية وتعلم يمكن حجم التحديات اللي كانت موجودة في مصر في قطاع الصحة موجئ منها يمكن تم التغلب عليه ما زالت هناك بعض التحديات الاخرى انما بنظرة الطائر المحلق الوضع مع الاولويات التي عملت عليها الدولة كيف طارينا الخريطة التي يعني او الطريق التي تم سلكته الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الموجودة في قطاع الصحة طبعا اذا نقارن يعني اقل من عقد بالنسبة لقطاع الصحة والتحديات الصحية وخاصة العبء المرضي ناخذ عدة امراض ونشوف كيفية التصرف والتحرك من قبل الدولة المصرية من اعلى المستويات من القيادة بالالتزام السياسي ولكن ترجمة فعالية الى ارض الواقع الانسان يحتاج ان يحصل عناية ورعاية امنة وسليمة في اي مكان يذهب اليه بقرار ان يكون في هناك تغطية الصحية الشاملة من خلال التأمين الصحي الشامل واطلاق التأمين الصحي الشامل لتحقيق غاية الحصول الانسان اللي مقيم على ارض مصر بكل مقاومات الحياة هاي تجربة تعتبر ثرية حاليا قبل اسبوعين كان في اجتماع الحاكم لمنظمة الصحة العالمية 22 وزير صحة كانوا موجودين اكثرية الدول طلبوا ان تجربة مصر تعرف بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة وكيفية الاصلاح حصل بالنسبة للمنظومة الصحية لتحقيق اهداف كثيرة بالنسبة للتقليل نسبة المرضى وتحسين خلي نقول المكتسبات الصحية طبعا الانسان العادي يقول ماذا تقولين مثلا اذا ناخذ ان احنا نتكلم عن خمس هيئات شكلت على اساس تحقيق تأمين الصحي الشامل ان الانسان يكون مهتمين في ان ما يدفع من جيبة ويفتقر ويؤدي الى حالة الافتقار والفقر لان ما عنده لما يريد العلاج او الرعاية الصحية المال اللازم اللي يقدم عندنا تجربتكم بالمئة مليون صحة بدأت في 2018 مع التغيير كان الانذاك تقريبا مع تجربة تغطية 60 مليون نسمة بالكشف المبكر بالعلاج المجاني المبكر بمتابعة وبعدين بعدم تمييز والعدالة بين الجميع بما فيهم المقيمين وضمن هذه الكشف المبكر لفيروس سي كذلك قمتم كدولة بكشف المبكر لأربعة امراض مخاطر رئيسية سواء كان ضغط الدم السكري القلب أمراض السرطانية وفي نفس الوقت أمراض التنفسية هذه الأمراض ككشف مبكر بعدين المردود الاقتصادي والتنموي والصحي والاجتماعي والبيئي كبير جدا كمنظمة الصحة العالمية ومع جهات أخرى بينا هاي المؤشرات أنا أقول للإنسان العادي أن ماذا نقول؟ نقول أن هناك توسع في المراكز الصحية حصلت حتى مع أثناء جائحة كوفيد اللي كثير من الدول عانت نظامهم الصحية تعزيز المستشفيات وجائحة كوفيد مثل ما يقولون منحة مش 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 محنة أن شكلت المستشفيات وتعزيزهم في عندنا نقص تحدي كبير وهذه أكثرية الدول تواجهها بالنسبة للعاملين الصحيين وبالنسبة للكوادر الصحية هاي طبعا تحدي كبير مصر أحد الدول التي تعاني منها وكثير من الدول صحيح هذك الأطباء وما إلى ذلك؟ نعم أطباء التمريض كل الكادر هاي جزء اللي مفروض ندرس فيها ولكنه هناك في توجه نأتي إلى ماذا حصل في التغيير أنا ذكرت عن فيروس سي اللي كان تقريبا بمبادرة رئاسية اللي عندكم 60 مليون نسمة الكشف المبكر تم تخفيض في فترة قصيرة جدا قياسية يعني نتكلم عن أقل من ثلاث سنوات إلى أقل من من تقريبا ثلث نسبة الـ 12 مليون اللي موجود بالإقليم نعم يعني هاي إنجاز كبير بالنسبة للتحقيق الإنسان العادي ما بيشوف اللي لما نشوف فيه تغيير فعلي إن عندنا عدد أقل من النسمة يحتاجون علاج بالنسبة لنقل الكبت زراعة الكبت أقل يحتاجون كل فعالية من العلاج لما يتعرضون لفيروس سي هاي إحدى النجاحات نجاح الثاني اللي احنا نشوفه هناك كذلك حصلت تقنين أكثر لبرامج كيفية الاستفاد القصوى والأمثل من أي مورد تعطى بالنسبة لخدمات الصحية كمنظمة الصحة العالمية هناك ثقة أصبحت لدي من جهات الحكومية مثل وزارة الصحة والسكان هيئة الرعاية الصحية وزارة المالية البنك الدولي كجهة دولية نتحقق بكيف استثمر الدولار يعني مثلا إذا فيه تنويل من جهة مثل البنك الدولي كيف صار الاستثمار هل فعلا هذا الاستثمار وصل لمناطق المستحقين طبعا فيه هاي احنا كل ثلاثة شهر عندنا البرنامج أو نسميه تحقق يعني الوزارة الصحة تقولوا احنا عملنا ووصلنا كذا مراكز صحية تحسنت فهناك فيه فرق مجموعات تنزل مننا من عندنا ميدانيا وهي كثير من الناس ما يعرفون وحتى المؤسسات الدولية ما مستوعبين ماذا نقول فرقنا تنزل ميدانيا للتحقق هل فعلا هذا الصار ولا لا هاي جزء ثاني من دورنا كمنظمة بالنسبة لذي غير الجزء الدعم الفني والتقني بالنسبة للأمراض حضرتك ذكرت أنا قلت عن فيروسي كذلك ذكرت عن الأمراض المزمنة الأربعة إحدى الإنجازات اللي شفناها مع جائحة كوفيد إن نظرا لاستثماركم في المنظومة المعلوماتية في 2018 للفحص المبكر لهذه الأمراض في حوالي أربعة وستة مليون نسمة اللي كانوا يعانون من الأمراض المزمنة تم اكتشافهم مبكرا فلما مع جائحة كوفيد وأصبح موجود أكثر شيء لمواجهة الوباء الأفراد اللي هم كانوا يحتاجون أدوياتهم من الأمراض المزمنة هذول الفئة حصلوا أدوياتهم على الأقل ثلاثة شهر الأولى وبعدين في متابعة خلينا لو حالت تسمحي لي ألخص الجزئية دي إنه قاعدة البيانات اللي توفرت من 100 مليون صحة خليتنا نعرف مين أصحاب الأمراض المزمنة وبالتالي حينما جاءت جائحة كورونا كانوا هم الأولى بالحصول إما على اللقاحات أو الاحتياطات العلاجية بشكل أو بآخر فقاعدة البيانات أتاحت لوزارة الصحة أنها تتحرك في هذا الاتجاه عشان تقدر تدي اللقاح لأصحاب الأولوي الأدوية مش فقط اللقاحات عادة أمراض المزمنة يحتاجون أدوية مستمرة بشكل يومي ومتابعة ففي عدة مبادرات واتخذات عدة إجراءات إحدى الإجراءات بدل ما هم يجون المركز الصحي عشان ما يتعدوش نوصل لهم نوصل لهم وبعدين نعطيهم كميات كبيرة على ستغطيهم على الأقل ثلاثة شهر الشغلة الثانية الرعاية المنزلية بدل ما هم يجون يروحون لهم وفود فهذه كلها إجراءات تبين المنظومة الصحية مركزة على المجتمعية مركزة على الرعاية الصحية الأولية وليس فقط تركيز على المستشفيات اللي عالية التقنية والآخر وهذا جزء من نجاح المنظومة الصحية اللي احنا نشوف كمنظمة الصحية إذن الرحلة اللي تحقق فيها نجاحات كثيرة والحمد لله هل نقدر نقول أنه ده كان أحد الأسباب الرئيسية اللي عظمت من حجم التعاون اللي موجود ما بين منظمة الصحة العالمية ومصر منظمة الصحة العالمية منظمة حكومية يعني الحكومات هم اللي يحكمون 194 دولة والاستراتيجيات تضاع نحن كمنظمة ليست لدينا استراتيجيات ولا عندنا سياسات ندعم تقنيا وفنيا لأنشطة يعني دورنا كان كبير مثلا بالنسبة لكيفية وضع منظومة التأمين الصحي الشامل كيفية وضع منظومة التغطية الصحية الشاملة والعمل حاليا على تنفيذها يعني في خلال هالسنتين في أشياء كثيرة أصبحت مبنية على هذه السياسات والاستراتيجيات اللي وضعت ومبنية كذلك شاركة المنظمة حتى في وضع القانون بالبداية ماذا نعمل حاليا الدعم التقني والفني متواصل الثقة زادت أكثر وأكثر طبعا إحنا منظمة نعمل للدولة لجميع المؤسسات وزارة الصحة وزير الصحة معالي منسق لجميع الجهات لقطاع الصحة فعندنا هيئة الرعاية مثلا في التنفيذ للمحافظات الخمسة الأولى بشكل لصيق نعمل يوميا مع بعض نعمل مع وزارة المالية لأن في هيئة التأمين الصحي الشامل كذلك لهم دور بالنسبة لكيفية التنفيذ وتواصل في هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد وهيئة الرعاية هيئة العامة للاعتماد نعمل بشكل لصيق مع الهيئة العامة للاعتماد في جميع الجوانب وهناك كذلك نجاحات الحمد لله اللي ممكن نجاحات لما أتكلم عن نجاحات معنات ممكن تكون على مستوى إقليمي ودولي نبرزها حضرتك سألتني ماذا حققت مصر إذا نأخذ مثلا فيروسي في زيارة دكتور تدروس مدير العام ولقاءه مع فخامة الرئيس أحد النجاحات التي ذكرت وحتى في الاجتماع الإقليمي هذا البرنامج وكيفية الاستثمار الأمثل من تجربة مصرية لمساندة الدول اللي تحتاج تدخون بنفس الدور النمص يعني البرنامج النفسية لأن مبنية على أسس التواصل المجتمعي مبنية على أسس الوصول للجميع مبنية على أسس الرعاية الصحية الأولية الكشف المبكر مبنية على أسس أن يكون في نظام قاعدة معلوماتية يعني بشكل أكثر مبنية على أسس تشاركية وعامل الجميع مع بعض ليس فقط وزارة الصحة ولكن صحة في جميع السياسات لما فيهم الدولة المجتمع المدني وقطاع الخاص وحضرتك تارو رائع يعني قبل أن ينتهي الوقت مهم جدا نقف برضو على مستوى التعاون اللي موجود ما بين حضراتكم كمنظمة ومصر فيما يخص كاب 27 قمة المناخ خصوصا أنه قرأت التصريح لحضرتك ويمكن عايزين نقف عنده أنه قضية تغير المناخ غير المشاكل اللي احنا شايفينها منها إلا أن لها أعباء على مستوى الصحة العامة وعلى مستوى الصحة النفسية لها تأثيرات سلبية ممكن حضرتك تفصل لنا جزئة دي أكتر بشكل سريع احنا دائما نشوف موضوع للتغيير المناخ أنا أقول تغيير المناخ السلبي لأن احنا حاليا نحاول نثلي إيجابي بأثر على صحة الإنسان وصحة الأسر وصحة المجتمعات والبيئة والاقتصاد كلها وجزء الثاني نحن سلوكياتنا كبشر وكمؤسسات سلوكياتنا بشر وكمؤسسات ماذا يمكننا أن نعمل أن نغير إيجابيا من التغيير السلبي اللي حاصل للمناخ بشكل بذل ما أقول تغيير المناخ تغيير المناخ نعم احنا حاليا كيف بسلوكياتنا وممارساتنا يوميا نحن نعرف اليوم أن تقريبا 90% من الناس ما في العالم يستنشقون هواء ملوث الهواء الملوث نتيجة كذلك ممارساتنا احنا الفردية والمؤسسية والمصانع نعلم أن التبخ استخدام التبخ مثلا نعرف أن انبعاثات كثيرة من التبخ ممكن يعادل 5 من الطيران المدني في الانبعاثات الحرارية اللي ممكن يتأدي نعرف مثلا أن اليوم تقريبا طبعا فيه تفاوت حاليا بين الاحصائيات بين 5 إلى 7% من الانبعاثات الحرارية اللي ممكن تغير سلبيا على المناخ نتيجة المؤسسات والنظمة الصحية كيف بنين المؤسسات الصحية المستشفيات كيف نتعامل نحن كعملين الصحيين كيف نتخلص من النفايات كيف نتعامل مع استخدام التبريد كيف نتعامل مع استخدام الطاقة حضرتك قبل شوي كنت تتكلم عن الطاقة ومؤتمر الطاقة نحن بالنسبة للصحة اللي دينا حاليا مثلا الطاقة النظيفة للمؤسسات الصحية لأن لما نتكلم عن الانبعاثات تكون 7% فكيف نحن نقلل من هذه الانبعاثات أن نغير إيجابياً مرة ثانية بقول للتغيير بالآمنة لنا ذكرت الصحة النفسية كل التغيرات المناخية تأثر الحرب يأثر على الصحة النفسية وفي نفس الوقت دائماً كنت تكلمنا في مناطق الباردة هناك نسبة كبيرة من الضغوط النفسية والاكتئاب والانتحارات نسبة كبيرة من الانتحارات حالياً ماذا حصل بين الصحة النفسية؟ بعد هاي جزء من اللي احنا فقورين جداً كمنظمة الصحة نساهمنا إطلاق أول منصة إلكترونية للصحة النفسية منذ مارچ 20-22 بشراكة ما بين طبعاً بقياد وزارة الصحة الأمان العامة للصحة النفسية منظمة الصحة وجامعة بلوتش كولومبيا نتخدم العلاجة عن بعض التكاملية في الاستشارة الاتصال العلاج عن بعض هاي ربط مع الرقمية الصحية والعلاج عن بعض بس في نفس الوقت المتابعة وتحضير الكادر البشري وخاصة من الشباب بطريق صحي متكامل أن يقدمون الخدمة وقبل كم يوم معاي الوزير أعلن أن هاي طبعاً يطبق ويحي يعمم نعم احنا فخورين لأن تكاملية الخدمة في هناك منصات كثيرة موجودة المنصة الإلكترونية للصحة النفسية لها عدة مقاومات مقاومة الأول أنه فيه تشاركية مقاومة ثانية أنه فيه فريق ولا أن نعتمد على شخص واحد ونصل لأقاصي وخاصة نتكلم عن صحة نفسية أن هناك عدد قليل من العاملين في هذا المجال خاصة المتخصصين سواء كانوا الطباء نفسيين أو تكادر تمريض نفسي أو مستشارين صحيين فهاي جزء من النجاح بعد احنا نشوفه أنه حصلت أثناء فترة جاعة كوفيد الترتيبات وهناك مؤشرات طبعاً بناء على التسرسات رابط مع المؤتمر المناخ أخيراً وليس أخيراً برضو حضرتك أنت أشرتي إلى أن نحن بصدد من خلال قمة المناخ أن يتم إطلاق بالتعاون مع مصر تحالف دولي للصحة والمناخ ما دور هذا التحالف؟ دور التحالف طبعاً أهم شيء أن التحالف حصل في نوفمبر 2021 لما معاين وزير دكتور خالد عبدالغفار راح هناك وتكلم شخصياً يدعو الناس يجون هنا أثناء ذلك يعني نشوفه فاصل بالنسبة لمنظمات الصحة العالمية لأن لأول مرة يتم التزام هناك دور للصحة في قلب المناخ لا تكون هناك مجتمعات ولا تنمية ولا ذي إذا ما فيه الصحة وحفاظ على صحة الإنسان في قلب النقاشات المناقية وأن تكون صحة في جميع السياسات والاستراتيجيات من ذلك الانطلاق صار التزام من على الأقل 60 دولة شفوياً ولكن حالياً كتابياً وصلني إلى 62 دولة أنهم يكونون ضمن تحالف عالمي للصحة والتغييرات المناخية سواء سلبين أو إيجابين بس كيف نحد كيف نحد كيف نكيف كيف نعرف تقياس الهشاشة كيف نقيم بمواصلة تغيير سلوكياتنا الفردية والمؤسسية والدولية بالنسبة لتحسين تقليل الانبعاثات وفي نفس الواد تحسين البيئة المناسبة لتقديم الخدمة وطبعاً أنا ذكرت سلوكيات البشر كذلك كيف نحن نتعامل إذا مثلاً كان موجة الحر كيف نتعامل مع موجة الحر فالتحالف إن شاء الله لانطلاق الرسمية بشرم الشيخ ولحد الآن 62 دولة إن شاء الله بيكونون دول أكثر التزموا أن رايحين يكيفون منظمة الصحية والمؤسسات الصحية مكيفة أن تكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت إحنا طبعاً حضرتك تعرف نعمل مع يد انبيات مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية وركزنا على ست محافظات تقريباً التركيز الرئيسي على شرم الشيخ لأن مدينة خضراء وصديقة للبيئة ونعمل يد بيات مع هيئة الرعاية بالنسبة لمستشفى شرم الشيخ وأول مستشفى بمصر صديقة للبيئة مفروض تكون لأن كل مقاومات تقريباً تستوفيها وفي نفس الوقت على مستوى أفريقيا على حسب ما نعرف رائع حجم من التعاون المتميز الحقيقة وبالإضافة ده أنه قراءة حضرتك كانت مهمة جداً لكل السادة المشاهدين عشان دكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر مش هتجملنا مش هتقول لنا الكلام ده عشان يعني تبلرقنا بكلمتين حلوين قلت لكم عن تحدي قلت لكم تحدي العاملين الصحيين التمريض وهي هاي تحدي إن شاء الله نعمل مع الوزير في تحديات ولكن في نجاحات أنت سمعتني شوي نشوف الكباية نصف مليانة ومليها صحيح ده كلام رائع جداً ومسك الختام يمكن إحنا قلنا في البداية أنه في حجم من التحديات إنما الشيء طيب كمان إنه لما يبقى في إنجازات نشاور عليها ونقول إنه حصل إنجاز بالفعل عشان ده يبقى حافز إنه نستمر في تحدي التحدي وتحقيق مزيد من الإنجازات فمهم دايماً لما نبص على النص الفاضي عشان عايزين نحله ونملاه نبص على النص المليان عشان يساعد في إن احنا نملا الجزء الفاضي زي ما دكتورة نعيمة أشارت بشكرك شكراً جزيلاً شرفتنا ونورتنا ونلتقي بإذن الله بشرم الشيخ إن شاء الله من الآن الصحة للجميع مع الجميع وبالجميع بشكرك شكراً جزيلاً بشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة نلتقي غداً بمشيئة الله على ألف خير دمتم في أمان الله شكراً